مرحبا بكم اليوم الناس كل في راديو وفليسيين قبل من الابداء وما تنسوا تعملوا لايك الفيديو تشاركوا بالقناة مشوصي لكم أخبار تونس لحظة بلحظة أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد البارحة 28 مارس 2022 بقصر قرتاج على اجتماع مجلس الأمن القومي وتناول الاجتماع الوضع العام في البلاد كما تم التركيز خاصة على ضرورة احترام القانون من قبل الجميع كما أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال حضوره في المجلس الأمن القومي على احترام وحدة الدولة وعلى أن المس بوحدتها هو مس بأمنها وبأمن الشعب التونسي كما قاعدين تسمع ذي كانت رسالة رئيس الجمهورية إلى راشد الغنوشي وبعض النواب اللي قاعدين يتآمروا على الدولة من الداخل والخارج كما تعرفوا في الأيامات هذه في الجمعة هذه أنه رئيس مجلس نواب الشعب المجمدة أعمالها راشد الغنوشي ورئيس حركة النهضة قاعدين يتآمروا على الدولة بطريقة مباشرة وغير مباشرة ومن الداخل ومن الخارج يحبوا يعملوا اجتماع تحت قبة البرلمان ويعزلوا بها رئيس الجمهورية قيس سعيد ودي جاء كما قاعدين يروجوا هما في الأخبار أنهم عندهم رئيس الجمهورية جديد بش يعاوضوا بها قيس سعيد معناها كلام غريب نوعا ما قيس سعيد منتخب من طرف الشعب ومجلس نواب الصحيح سيد منتخب من طرف الشعب لكن رئيس الجمهورية عنده صلاحية كاملة أنه بش يعزلوا مجلس نواب الشعب وذيب إرادة الشعب لكن المجلس نواب الشعب ما عندوش القوانين الكافية بش يعزل رئيس الجمهورية قيس سعيد هذي على حسب العلميانا معناها اليوم كيكشف فيهم قيس سعيد معناها الخطط الجهنمية اللي قاعدين يعموا فيها وكيفاش قاعدين يحتكروا واي 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 كينا فيهم برشة مواضية عظومة ذي كل مش يخرجوا قيس سعيد في سورة خايبة عرفوا رواحة ما عندهم وينيوصلوا والضرب القاضية بش تجيها مع القريب على ذيك اليوم بأي طريقة كانت لازم قيس سعيد معناها يتنحم الحكم بش يرجعوا هما يشد الحكم وعندهم دوسيات كبيرة ياسر بتبيعة آآ باقي في المحاكم مرفوضة لوتا حسيلوا آآ هاو السبب عليش ورئيس الجمهورية كخرج في الاجتماع ووجه رسالة مباشرة قال لك لا للمس ولا للتلاعب بوحدة الدولة وذي تهديد آآ كبير آآ للأمن القومي معناها من عرش ان قيس سعيد آآ قاديش مش يبقى معناها يعطي فهم في انذارات خوية تطبق القانون على الجميع سهل اغلطي تحاصل قاديش مش تبقى تمهل آآ فيهم دي جا مجلس نواب الشعب معناها مجمدة اعماله والنواب باقي معناها تتوصل ما بين بعضها بالتطبيق آآ زوم معناها وباقين ياخذوا في قرارات وتدبير من عرش ان القانون يسمح لهم مش يعملوا كيكا ولاي خاطر نرمو هما مجمدين معادش عندهم حتى سلوحية في الامور هذه ما حاجات معناها غريبة اليوم قاعدة تسير هما عندهم حق هما بالمنظور النهضة عندهم حقها ترعبادة عندها دوسية فساد ما للأمانة معناها حتى الاخبار الكل اللي نتداولوا فيها وثم برش السياسيين احكات ومساند القيس سعيد وكلام واضح معناها والبلاد حاجة ملموسة البلاد هاي عليش قاعدة تغرق خاطر من العبادة ضومة وعبادة بالرسمية عنده دوسية فساد كما قلنا وقاعد تضرب معناها على على مسيرة خاطر لو كان يتحاصل مسير واللي مجهول هو عمره سبعين سنية تحكم بخمسين سيئة معنا بخيط عمره عدها عدها في في الحب سحصله على ذيك هما قادي في إضافة على رواحهم بأي طريقة كانت اليوم الرسالة المهمة نوجهها رئيس الجمهورية بتباعة يا سي رئيس الجمهورية قيس سعيد معاعدش خوية تحت اللعبية التنبيه ولا انذار وتمسم الأمن القوم تسيئة الأمن القوم يتمسوا وسياسيين مزالوا كما قلنا يتآمروا على البلاد من الداخل ومن الخارج وسي رئيس الجمهورية قيس سعيد مزال يتعاطف معهم ومن زال ثم أمل أنه ربي بيش يصلح في رأيهم اليوم بالتطبيق طبق القانون يا سي رئيس الجمهورية قيس سعيد وانا بالعبادي اللي مساندوا عليش خاطر كلمة حق خاطر هو إنسان ما يحبش الفساد وينحب ينظم البلاد والناس كله نحبه هكا ما ثماش عليش وامتعى الناس للناس السرقة ليه كل واحد ياخو نصيبه ما الدنيا هذه بتبيعة لازمتهم لكي يتعاقبوا يتحاسبوا وكلها تشد الحبوسات وموره وليغلوطي خلص والفلوس اللي تسرغت لكل ولي نهبوها ترجع سواء كسوها في تونس ولا البررة ترجع كل شي يرجع ملك الشعب ذاك وكيا إن شاء الله ننهضوا بالبلاد وتحية كبير رئيسة للعباد اللي كيما قيس سعيد اللي تحب تخدم على الارواحة وتحب تنهض بالبلاد والمجتمع وبالعباد اللي يعنى بها كالربي عباد بالرسمي محتاجة واغنبيتنا كل المحتاجين إن شاء الله ربي تسلك على خير وإن شاء الله تونس تحسن وانتم ما تنسيوش تعطوني رايكم على الكلام اللي قلتوا بينا والكلام اللي قاله رئيس الجمهورية وعليش لتوم زي اليوم هالفاهم الكلمة الأخرى عندكم وانتم ولكن ما تحبوش تفعل وزاد على راحتكم ما ثمش عليش وحكا بكونوا سنة إلى نهاية الموضوع